ثلاثة محاول ركز عليها الجيش الوطني في معاركه خلال الساعات الماضية في محور صعدة معقى الميليشيا الحوثي وصلت لأول مرة قوات الشرعية إلى مدرية رازح وهي المدرية الأقل شعبية للميليشيا على مستوى محافظة صعدة معقى القيادة الميليشيا الحوثية ويأتي تطويق الجيش الوطني لمركز المدرية بعد التوغل في عمق مديريات أخرى لتطويق مدينة صعدة من اتجاهات مختلفة التقدمات على مسرح العمليات في الجمهورية اليمنية أبرزها في منطقة صعدة معقل الحوثيين الرئيس تقدمات في منطقة رازح والآن تتم المواقهات على مشارف مركز المديرية رازح وهذه المديرية هي تعتبر معقل ومحظا للحركة الحوثية ولزعيم الحوثيين وردا على قصف المدفعي للميليشيا على الأحياء الشمالية من تعز تقدم الجيش الوطني وحرر مواقع جديدة في محيط منطقة عصيفرة باتجاه شارع الخمسين وفي القطاع الساحلي الغربي شرق المخى حررت قوات الشرعية مواقع مهمة بمحيط الهاملي لتأمين القوات البرية المرابطة في القطاع الساحلي في الخوخة والمخى والقطع الطريق أمام أي تسلولات قادمة للميليشيا الانقلابية هناك تقدمات كبيرة للجيش الوطني في القطاع الشمالي التابع للجيش الوطني في قيادة محور تعز وسط انهيارات وحالة فرار غير عادية في صوف الميليشيات تم تقدم إلى مواقع هامة السيطرة على محطة الكهرباء الرئيسية في منطقة الحوقلة شارع الخمسين السيطرة على تباب حاكمة مثل تلت حميد علي عبدو وتأمين حي الكهرباء بالكامل فتح الجيش الوطني جبهات جديدة في مناطق مختلفة يساهم في تشتيت ميليشيا الحوثي التي تعاني من انهيار أصلا في صفوفها فتلجى للبحث عن تجنيد جديد في ظل رفض شعبي تقدم جديد لقوات الشرعية وتحرير العديد من هذه المواقع تزامنا مع تحرير مناطق جديدة في القطاع الساحلي ورازع صعدة مع قلميليشيا الحوثي بلا الصبر الإخبارية من الجبهة الشمالية تعز ترجمة نانسي قنقر